تطورات مثيرة باريسان جرما يعرض نيمار للبيع ميسي يصدم برشلون بقراره النهائي مع باريس ريال مادريد يعضي الضوء الأخضر لرحيل هازارد والكشف عن وجهته المحتملة صدق أو لا تصدق بكي يقرر العودة من الاعتزال ويفاجئ الجميع مفاجأة لميسي بعد عودته لتدريبات باريسان جرما لابورت يفجرها ويصدم الجميع برشلون يتجه لبيع يانسوفاتي اهلا بكم متابعين في عرب جول اخبار لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والان الى تفاصيل النشرة بعد عام كامل من التكيف يبدو ان النجم الارجنطيني ليونال ميسي قد تحقق اخيرا من مستقبله مع باريسان جرما موجيا صدمة لبرشلونة ميسي عانى خلال موسمه الاول في حديقة الامراء قبل الظهور بمستوى مبهر هذا الموسم مع الفريق الفرنسي مما ساهم في تعلق بكاس العالم على الارجنطين وقيادة بلاده للحصول على اللقب وقال الصحف الهتالي فابريزيو رومانو ان باريس توصل لاتفاق شفاهي مع ميسي لتمديد عقده الحالي ومن المتوقع الاتفاق بشكل نهائي قريبا واوضح انه لا توجد نية لاثفاء الطابع الرسمي على اي شيء هذا الاسبوع ومن المقرر اجتماع الطرفين لتحديد الراتب ومدة العقد الجديد الذي سيتم توقيعه بدلا من العقد الحالي والذي ينتهي في يونيو المقبل ويوجه بذلك النجم المخضرم صدمة الى فريقه السابق برشلونة الذي كان يطمح في استعادته بعد انتهاء عقده مع باريس يذكر ان ميسي نجح في تسجيل 12 هدف وقام ب14 تمريرة حاسمة في 19 مباراة خضها بجميع المسابقات مع باريس هذا الموسم افادت صحيفة سبورت الكتالونية بان هناك شكوك تتعلق باستمرار نيمار دا سيلفا مع فريق نادي باريسان جرما وان فكرة النادي الباريزي هي التعويل على مبابي وميسي وتجديد الفريق وكان باريس قد كان متجاهزا لفكرة خروج نيمار في الصيف الماضي الا انه لم يجد مشترين وبالتالي بقي اللعب البرازيلي في العاصمة الفرنسية ورغم ان الاستمرار رغبة اللعب ولكن يبدو بان ذلك الامر ليس نفسه بالنادي لادارة البي اس جي يعتزم باريسان جرما وضع اللعب الباريزيلي كمتاح للانتقال في سوق الانتقالات الصيفية القانمة وذلك لعادة سياغة مشروع رياضي بقيادة ميسي والذي سيجدد قريبا وان بابي الذين يريدون الاحتفاظ به مهما حدث وسيكون تقييم نيمار بحوالي 100 مليون يورو وهو اللعب الذي يبقاه مدير النادي لويس كامبوس تحت برنامج بدني صارم بعد التأكد من استمراره ورغم ان نيمار كان يحظى بموسم جيد مع الفريق الفرنسي العاصمي لكن في باريس ادركوا بانه سيكون من الجيد ان يرحل في الوقت الذي بامكانهم فيه الحصول على بعض العوائد الاقتصادية من بيع اللعب والذي يبلغ عامه الواحد وثلاثون قريبا وكان نيوكاسل يونيتد قد درس اتمام عملية شراء نيمار في صيف الماضي لكن اللعب ووكيل عماله اغلقوا الباب بالكامل في ذلك الحين ذكرت صحيفة ماركا الاسبانية ان افرين بخشا التركي مرشح للتعاقد مع البلجيكي دي نازارد لعب ريال مادريد الاسباني خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية ويبدو ان مباراة ريال مادريد الاخيرة بمسابقة كاسي ملك اسبانيا كانت الفرصة الاخيرة امامه دي نازارد للسماح له بالاستمرار مع الميرينجي ولكن بعد مستواه المخيب للامال ومن جديد فان مسألة الرحيل باتت شبه مؤكدة ووضحت الصحيفة ان الريال يبحث عن مخرج للمهاجم البلجيكي ويبدو ان تركيا قد تكون محطة اي دي نازارد المقبلة وكان الايطال كارلو انشيلوتي مدرب ريال مادريد قد اوضح للجميع ان الريال لن يقوم باي اضافات في السوق الحالي لكنه لمح الامكانية رحيل اكثر من لعب وهازارد في مقدمة القائمة بكل تاكي واكملت الصحيفة ان ريال مادريد لن يضع الكثير من العوائق لرحيل هازارد مما يعطي الفريق التركي فرصة كبيرة للظفر بخدمات النجمة تشيلسي الانجليز السابق الجدير بالذكرى ان عقد اي دي نازارد سينتهي مع ريال مادريد صيف العام 2024 يبدو ان مدافع الفريق الاول لكرة القدم ببرشلونة السابق جيرارد بيكي سيعود من الاعتزال بعد شهرين تقريبا على قراره في شهر نوفمبر الماضي واعلن بيكي في الثالث نوفمبر 2022 الاعتزال النهائي وعدم استكمال الموسم مع برشلونة بسبب عدم مشاركته المستمر مع الفريق تحت قيادة المدرب تشافي ارناندس بحسب شبكة ريليفو الاسبانية فان بيكي سيعود مرة اخرى الى المستطيل الاخضر من اجل اللعب لصالح فريق الذي يملكه في الدرجة الثانية اندرو ولكن المشكلة تكمن في ان هناك لواء حصار ما من رابطة الانديا الاسبانية متعلقة في البداية بالراتب الذي سيحصل عليها اللعب لان بيكي كان يحصل على عشرون مليون يورو في الموسم الماضي واكثر يجب ان يمر راتب بيكي في اوندرو على لجنة التقييم في رابطة الدور الاسباني ومن اجل الموافقة على ان النادي الكتالوني سيدفع بذلك الحد الادن لراتب بيكي وفي الغالب تقبل هذه اللجنة الراتب الجديد لأي لعب بعد التخفيذ اذا كان نصف ما كان يحصل عليه بالفعل وهو ربما الى عشر الى خمسة عشر مليون يورو وهو ما يصعب على اوندورا دفع يملك نادي اوندورا سقف رواتب بالفعل حيث يبلغ ستة فاصل خمسة مليون يورو لهذا العام لدفع رواتب لعبه وبالتالي ما يستطيع النادي دفع لبيكي هو اثنان او ثلاث ملايين يورو فقط هناك حل امام بيكي ماليك اوندورا من اجل اللعب لفريقه وهو تفعيل بعض الروافع مثل برشلونة في الصيف الماضي من اجل رفع رأس المال لكن لوائح الدور الاسباني لدي حدود في رفع رأس المال تقدر بخمسة وعشرون بالمئة من حجم ارصيدة النادي وبالتالي تبلغ عشر ملايين يورو وبالتالي تقديرات رفع رأس المال لن تزيد عن اثنان فاصل خمسة مليون يورو لكن هذا ليس كافيا لتسجيل بيكي رغم صعوبة الحل الاول لكن بيكي لديه القدرة على ايجاد حلول اخرى من خلال رعي جديد للفريق لزيادة سقف رواتب النادي لكن ليس بالامر السهل بسبب لوائح الدور الاسباني والتصديق على كل خطوة حتى يمكن لمدافع برشلونة السابق اللعب في اوندورا قامت دارة النادي الفرنسي باريس سان جورما ولعيبه والجهاز الفني بتكريم الارجنتيني ليونال ميسي مجمع للفريق بعد فوز بلقب كاس العالم قطر اثنان وعشرون والفين وذلك عقب عودته للنادي مجددا صباح اليوم ووصل الدول الارجنتيني ميسي والمتوج بالكاس العالمية لناديه بعد انتهاء اجازته واحتفاله باللقب الثالث في تاريخ الارجنتين والاول له والذي كان يحلم به كثيرا ليكتمل سجل الالقاب الخاص به لذا قام النادي بتنظيم حفل استقبال الترحب بعودة اللعب للفريق وتقديم جائزة له على مجهودته في بطولة كاس العالم والتتويج باللقب عاد ميسي الى نادي باريس سان جورما من جديد ليساعد الفريق في الفوز واستكمال مباريات الدور الفرنسي وهذا بعد تلقي الفريق الباريزي هزيمة قوية مما فريق لانس ثلاثة واحد يوم الأحد الماضي في تاري مباريات الاسبوع السبعة عشر من الليوغ اون الفرنسي وقد غاب الارجنتيني عن ناديه للاحتفال بالعالمية الكاسة الاولى لها بعد التغلب على المنتخب الفرنسي في المباراة النهائية بركلات الترجيح يتصدر فريق البي اس جي جدول ترتيب الدور الفرنسي حاليا برصيد اربعة واربعون نقطة بعدما لعب سبعة عشر مباراة فاز خلالهما بأربعة عشر لقاء وتعادل في مواجهتين وخسر واحدة وهي آخر لقاء امام فريق لانس وبدون حضور ميسي كشف مارسيا لورينتي الصحف بجريدة موندو دي بورتيفو في تقرير على ان برشلون سيضع لعبه وانسو فاتي في سوق الانتقالة من اجل عرض للبيع بهدف تخفيذ كتلة الرواتب للفريق وقال لورينتي عبر حسابه على تويتر اليوم الاربعاء برشلون سيضع انسو في السوق اذ يجب على النادي تخفيذ كتلة الرواتب واضاف رغم انخفاض مستواه ما زالت تصل اليه عدة عروث كما ان الادارة ستقبل بعرض يصل الى سبعون مليون يورو كالحد الاقصى من اجل بيع فاتي رغم ان اللاعب لا يريد المغادرة ولكنه يطلب اللاعب لدقائق اكثر ولم يعتمد المدير الفني الاسباني تشافي ارنانداز على الجناح الشاب انسو فاتي بشكل اساسي ذمن تشكيلة الفريق منذ بداية الموسم الحالي ومفضلا الاعتماد على عثمان ديمبلي وكذلك فيران توريس وينتظر برشلون اصول العروض التي ترغب في التعاقد مع انسو خلال الفترة القادمة من اجل دراستها قبل السماح برحيله وشارت تقارير سابقة الى ان الحالة الوحيدة التي قد تؤدي الاستمرار انسو فاتي في البلوغرانا هي تقديم اداء مميز يقنع من خلال اتشافي فيما تبقى من الموسم الحالي ومن اجل تغيير وجهة نظره وكان انسو فاتي ابتعد عن الملعب لمدة تزيد على العام بعد الاسابة على مستوى الرباط الصليبي وغذروف الركبة لكنه لم ينجح في حجز مقعد اساسي في تشكيلة الفريق بعد العودة من الاسابة وشارك فاتي مع برشلون على مدار الموسم الحالي في عشرون مغابرة وبواقع سبعمائة دقيقة سجل خلالها ثلاثة اهداف وصنع ثلاثة اهداف اخرى